السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر والدوحة تقول القرار مرتبط بخلافات حول قضايا خارج مجلس التعاون فما هي انعكاسات القرار على مستقبل مجلس التعاون وهل تؤدي الخطوة لعزل قطر خليجيا وماذا ستفعل الدوحة لمواجهة تلك الضغوط الاعتراف بالدولة اليهودية سيظهر بوضوح أنك بحق مستعد لإنهاء الصراع نتانياهو مجددا يهودية إسرائيل مقابل السلام والرئاسة الفلسطينية ترفض فهل وصلت جهود التسوية السلمية إلى طريق مسدود فانزولا تحيي الذكرى الأولى لوفاة شفاس في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة فإلى أين يتجه المشهد السياسي في كاركاس أعربت قطر عن خيبة أملها إزاء قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة وقالت السلطات القطرية إنها لن تقدم على خطوة مماثلة مشيرة إلى أن القرار لا علاقة له بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها بل له صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون وكانت الدول الخليجية الثلاث قد سحبت سفرائها من قطر احتجاجا على ما قالت إنه عدم التزام الدوحة بتطبيق اتفاق الرياض التي تم التوصل إليه العام الماضي فما هي انعكاسات القرار على مستقبل مجلس التعاون وهل تؤدي الخطوة إلى عزل قطر خليجيا وماذا ستفعل الدوحة لمواجهة تلك الضغوط معنا في الستوديو الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية كما ينضم إلينا في الستوديو ماثيو ماكاوسكي الخبير في الشؤون الخليجية من جامعة كوين ميري في لندن وأيضا من الواضح بأن الضيف الثالث غير مؤمن إلى حد هذه اللحظة وكان من المفترض أن يكون من قطر على كل الأحوال سأبدأ معك دكتور عمر الحسن يعني معروف عن الدول الخليجية بأنها تنتهج سياسة محافظة تحاول أن تبقي خلافاتها طي الكتمان إلى حد ما أن يظهر الخلاف إلى العلن وبهذه الدرجة سحب السفراء ما الذي حصل ما هي الشعر التي قسمت ظهر البعير يعني مثل هذا القرار كان ممكن أن يحدث حقيقة قديما يعني منذ مدة وقبل ما تولى الأمير تميم يعني إمارة قطر لأنه قطر حقيقة يعني من خلال قناة الجزيرة ومن خلال طبعا وسائل الإعلامي مختلفة من خلال تحركات قطر لكل ما هو حقيقة لا يخدم الشأن الخليجي كل هذه الأمور صار في تراكمات إلى أن جاء طبعا الأمير تميم الأمير تميم توقع الكل أن يؤدي أو يقوم بعمل حقيقة يغير على الأقل من السياسة الخارجية التي كانت موجودة ضد البحرين ضد الإمارات ضد مصر تدخلهم حقيقة تدخلت قطر في قضايا لا يعنيها مطلقا ما هو المقصود في قضايا لا تعنيها مطلقا يعني أين تدخلت وما الذي استجد ليتخذ القرار اليوم وليس سابقا على العلم بأنه كانت الخلافات موجودة سابقا طبعا البحرين كمثل كذلك احتواء الإخوان المسلمين حقيقة في الدوحة وفي نفس الوقت هجوم يوسف القرضاوي على الإمارات وعلى السعودية وفي نفس الوقت تطاوله حقيقة على القيادات هناك تدخل قطر في الشأن المصري وهذا حقيقة ضد السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل كل هذه الأمور حقيقة كانت تتوقع معظم دول مجلس التعاون الخليجي بوجود الأمير تميم أن يكون هناك تغيير وهذا ما تم الاتفاق عليه فيما بين الملك عبد الله وفيما بين الأمير تميم بشهادة الأمير الكويت طيب تقول عطيت البحرين كمثل عطيت مصر كمثل يعني دعني أفصل معك هذه النقاط البحرين ما المقصود يعني كيف تدخلت قطر في البحرين يعني البيان الذي صدر عن الدول الثلاث مجتمعة يتحدث عن تهديد للأمن واستقرار دول الخليج كيف طبعا استضافت كل المعارضة إصدار تقارير حقيقة عن البحرين وعن الباقي دول وعن السعودية في السابق وعن الإمارات كل هذه الأمور تهدد أمن واستقرار حقيقة للمنطقة يعني عملية إشاعة الكثير من الأخبار التي يعني تجعل من الشارع البحريني يعني يتحفز وخاصة البحرين دولة صغيرة لا تستحمل مثل هذه التقارير يعني البحرين ليست السعودية وليست مصر يعني أين نوع من التقارير يعني لا نشهد حتى إذا شاهدنا الأعلام القطري ليس هناك يعني تكثيف على موضوع البحرين استضافة استضافة العدد الكبير جدا من المعارضة البحرينية استضافة عدد كبير جدا من المراسلين الأجانب الذين يزدروا تقارير عن البحرين مشوهة كلها عن الوضع البحريني في نفس الوقت يعني قطر خلقت نوع من عدم عقيقة يعني المساهمة في أمن والسقرار البحرين كذلك بالنسبة للإمارات الإمارات طبعا البحرين لم تتكلم مطلقا في هذا إلا أن تكلمت الإمارات الإمارات طبعا بوجود الإخوان المسلمين في القطر وفي نفس الوقت تدخلهم في الشأن الإماراتي الحكم أخيرا الأسبوع اللي فات على قطري لمدة سبع سنوات لأنه كان يدعم حقيقة جماعة الإخوان هناك هذه كلها كان نتيجة تدخل قطر في الشأن الخليجي سواء البحريني سواء السعودي سواء الإماراتي وكذلك خروج قطر عن السرب الخليجي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فيما يتعلق في مصر يعني المفروض يكون فيه سياسة خارجية واحدة ونأمل حقيقة يعني لماذا المفروض أن يكون هناك سياسة خارجية واحدة أنه اختلاف وجهات النظر ولطالما قال مجلس التعاون الخليجي بأن الدول الموجودة ضمن مجلس التعاون الخليجي لديها وجهات نظر مختلفة وهذا لا ينفي تعاونها فيما بينها وجهات النظر المختلفة ضرورية جدا لكن إذا كانت وجهات النظر هذه مختلفة أو في اختلاف وجهات النظر تهدد أمن واستقرار هذه الدول فأصبح حقيقة مش اختلاف فقط في وجهات النظر يعني في الدول الأوروبية في هناك سياسة خارجية تقريبا موحدة في هناك سياسة أمنية موحدة في هناك سياسة اقتصادية موحدة للأسف الشديد قطر الدولي الوحيدة إلى حد ما التي تخرج عن السرب الخليجي وهذا لا يخدم أمن واستقرار سأعود معك إلى مزيد من التفاصيل سيد عمر الحسن ولكن الواضح بأن سيد ماثيو لم يكن يوافقك تماما فيما تقول أو أنه فهم تعبير وجهك بشكل خاطئ بداية يعني من يراقب الشأن الخليجي من الغرب كيف ينظر إلى هذه الخطوة هل جاءت مفاجئة أم نتيجة طبيعية للخلافات التي نسمع عنها منذ فترة طويلة أولاً أود أن أقول أن الصورة التي رسمها زميلي هنا في الستوديو عن وحدة مجلس التعاون ربما تعكس حلواً لأنه بسوء الحق لا تتفق دول الخليج على شؤون كثيرة وهذا كان الوضع خلال سنوات الثلاثين الماضية وكي يقول المر إن قطر هي الدولة الوحيدة التي تنتهي السياسة مستقلة هذا أيضاً ليس صحيحاً فالبيان المشترك من الإمارات والسعودية والبحرين يقتصر على هذه الدولة ثلاثة ونحن نعلم أن الكويت لن تنضم إلى هذا البيان وأن عمان مناهضة له والقول إن على قطر أن تتبع سياسة السعودية هذا أيضاً خطأ عندما تولى الأمير السابق السلطة السعودية كانت الدولة التي تحكم قطر لم يكن لقطر سياستها الخارجية الخاصة ولكن حدث تغييرات كثيرة ومرة أخرى إذا تحدثنا عن الإمارات وعن إصدار الحكم على محمود بالسجن سبع سنوات كي نقول أن هذا ناتج عن تدخل قطر في شؤون الإمارات أقول أن هذا ليس صحيحاً هنا أعود إليك دكتور عمر الحسان بالفعل كويت إلى حد الآن صامتة لم تتدخل عمان لم تتدخل إذا كان في تهديد حقيقي لأمن وأستقرار المنطقة لكانت تدخلت الكويت فيما يجري وأنه لماذا مطلوب من قطر أن تكون تحت عباءة السعودية حسب ما يقول السيد ماتيو هنا في الستوديو طبعاً عمان إلا طريقة وأسلوب حقيقة في تعاملها مع دول المنطقة ولكن لم تخرج عن الصف إلا أسلوبه في خلاف وفي خلاف حقيقي فيما يتعلق بالموضوع الإيراني ومع هذا كله لم تصل الأمور إلى حد سحب السفراء أنا يعني السياسة الخارجية العمانية لها ستايل محدد حقيقة لكن لا يخرج مطلقاً عن بما يضر مصلحة باقي دول الخليج فيما يتعلق في الكويت الكويت طبعاً تستقبل هذا الشهر القمة العربية والكويت وسيطة حقيقةً حاولت أن تتوسط فيما بين السعودي باعتبار السعودي المتضرر الأكثر حقيقةً من الطريقة التي اتبعتها قطر في تعاملها مع سياستها الخارجية حقيقةً ولهذا ستتوسط الأمير بالعكس الأمير الآن سيكون حقيقةً يعني غير راضي مطلقاً باعتباره شاهد وباعتباره وسيط في هذا ومن خذل في هذا الموضوع بالذات هي قطر نحن نتمنى على أمير قطر طيب فقط أريد أن أفهم النقطة قبل أن أعود إليك سيد ماسيو لماذا السعودية هي المتضرر الأكبر يعني أنت في الأمثلة التي أعطيت أعطيت مثال عن الإمارات أعطيت مثال عن البحرين لماذا السعودية هي المتضرر الأكبر حتى فيما يتعلق بموضوع مصر يعني الإمارات متقدمة أكثر في ما يمكن أن يسمى بينهل الليل حربة ضد الأخوان المسلمين بالنسبة لمصر بالنسبة لقطر تستضيف كل الجماعات بدأ أفهم لماذا السعودية هي المتضرر الأكبر السعودية متضررة باعتبار الإضرار بمصر هو يضر بالسعودية ويضر بالأم العربية كلها يعني الإضرار بأمن واستقرار مصر يضر بالأم كلاتها ولهذا السبب السعودية نصحت قطر أن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لمصر فلا يجوز مطلقا لدولة مثل قطر أن تججب وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب رأسا وزارة الخارجية القطرية شجبت فورا هذا هذا يعتبر تدخل في الشئ بالدخل المصري نحن لسنا الغرب وأنا لا أستمع مطلقا لتحليلات الغربيين فيما يتعلق في منطقتنا عندما تتحدث عن قطر ألا يقوم أيضا دول أخرى من الخليج بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى يعني بدأت في التقرير أن عادة دول الخليج لا تتدخل في شؤون الغير وتحاول بشكل أو بآخر أن تحل مشاكلها به هذا كلام نظري أو فعلي هذا فعلي حقيقة لا نجد دول الخليج تتدخل في الشأن الشؤون الداخلية لدول أخرى مطلقا ولهذا السبب لا نريد لقطر باعتبارها إحدى المنظومة هي عضو من منظومة دول الخليج يعني هون يسأل أبو المقعود إلى ماتيو ماذا عن سوريا ماذا عن لبنان ماذا تتدخل للسعودية وليس للسعودية أيضا من يناصرها في هذه الدول ولم تذهب السعودية أبعد من المناصرة يعني بدعم واضح وصريح إنه في تدخل أيضا والإمارات أيضا يعني قدمت المساعدات العينية والمالية لمصر عند سقوط الأخوان المسلمين وكذلك دعمت السعودية النظام الجديد يعني في تدخل ما فينا فقط أن نحمل الموضوع لقطر أول من تدخل في الشأن السوري وفي الشأن الليبي وفي الشأن التونسي وفي الشأن المصري هي قطر فجهزت إعلامها وجهزت مالها وجهزت جيشها فيما يتعلق في ليبيا وبالتالي وسعودية تدخلت في الشأن السوري متى؟ حينما تدخلت إيران وتدخل حزب الله وتدخلت حقيقة هو إنقاذا وحاولت في البداية إرسال سعود الفصل ذهب عدة مرات حقيقة للرئيس الأسد وقلوا يجب بشكل أو بآخر أن يحل هذا الموضوع سلميا ونصحوه لكن هو تمادى حقيقة في علاقته مع إيران تمادى في علاقته مع حزب الله وفي نفس الوقت لا نريد لإيران كذلك أن تكون هي هي المسيطة لأول مرة منذ سنوات السعودية لم تكن الدولة التي تتدخل في أشؤون الداخلية لدول أخرى السعودية كانت تعتقد أنها تهيمن على المنطقة ولحسن الحظ لم يعد الوضع كذلك وبصراحة كيف يمكن القول أن قطر تتدخل في شؤون مصر عندما كان الرئيس مرسي قد انتخب ديمقراطيا والقول أن تأييد الرئيس المنتخب ديمقراطي هو تدخل في الشؤون الخارجية هذا أمر خاطئ سيد ماسيو من الواضح أن الدول الخليجية أعطت قطر أكثر من فرصة من الواضح أنه كان فيه هناك اتفاق الرياض التي وافقت عليه قطر من الواضح أنه أيضا كان هناك قمة في الكويت عقيدت ووافق وكان بحضور قطر لم لحظ قطر على التراجع عن مواقفها ومن الواضح أنه بالأمس كان أيضا هناك اجتماع لوزراء الخارجية دام لنحو سبع ساعات وحتى إن كان الرئيس الرئيس مرسي منتخبا هل على قطر أن تقوم بمعركة الرئيس مرسي وبمعركة الإخوان المسلمين من خلال يعني أعلامه هل مسموح لقطر أن تستضيف من يعني يقدم الانتقادات أو يوجه الانتقادات للإمارات والسعودية من على أرضها وعلى شاشات إعلامها من الواضح أن علينا أن نعترف أن قطر ارتكبت بعض الأخطاء لقد أيدت بعض الجماعات في سوريا لم يكن من ضروري تأييدها وأيدت الإخوان المسلمين أيضا في مصر ولكن نسوء الحظ يحق لقطر كدولة ذات سيادة أن تنتهج سياساتها الخارجية والداخلية وبالنسبة للسعودية والإمارات أن تخلصا إلى أن على قطر أن تنهي سياستها السابقة أو أن قطر التي كانت تصديف القرضاوي على مدى خمسين عاما أن يقال الآن أن على قطر أن تغير سياستها لأن السعودية والإمارات ترغبان في ذلك فلن يحدث هذا أريد أن أرحب بضيفي من الدوحة جابر الحرم الرئيس تحرير جريدة الشرق سيد جابر لماذا الرد القطري جاء على هذا القدر من التواضع برأي البعض هل هو اعتراف ضمني بأحقية الخطوة التي قامت بها الإمارات والسعودية والبحرين أبداً هو ليس اعترافاً بقدر ما هو حرصاً على العلاقات الخليجية قطر ربما أكد البيان الذي صدر أن الخطوة التي تم اتخاذها لا علاقة لها بمصالح الشعب الخليجي أو بأمن واستقرار المنظومة الخليجية بقدر ما هو اختلاف في المواقف حول قضايا تقع خارج دول المجلس تعاونه وتعديداً كما نعرف فيما يتعلق بالملف المصري اليوم هذا الخلاف أو هذا الشرخ الذي وقع في مجلس تعاون ليس بحثاً عن مصلحة خليجية خليجية بقدر ما هو اختلاف وجهات النظر تجاه ملفات وألزمات تقع خارج إقليم مجلس التعاون وكنت أتمنى حتى إذا حدث اختلاف وجهات النظر أن يكون من أجل مفالح خليجية بالدرجة الأولى بالمناسبة قطر ليس تدعم الأخوان المسلمين أو تدعم مرسي كما يقال مرسي أتى أو من أتى به الشعب المصري سيد جابر عندما تقول بأن الموقف لا يتعلق بتهديد أمن واستقرار الدول الخليجية كما ذكر بيان الدول الثالثة المجتمعة يعني موضوع مصر ليس بجديد لماذا تتحرك الدول الخليجية الثالث وتقول ببيانة أنه لأنه ما يجري يهدد أمن واستقرار الدول الخليجية وفي موضوع الأخوان المسلمين بلى الإمارات تعتبر بأنه دعم الأخوان المسلمين يهدد أمن وكان في محاولة للانقلاب داخل الإمارات من قبل الإخوان المسلمين حسب ما تقول أتمنى أن يقدم البيان الثلاثي شيئا ملموسا على التهم والدعاءات التي أشار إليها أن يقول أن قطر لديها موقف في القضية الفلانية 1-2-3 بدلا أن يكون بالعموم ودون أن يحدد موقفا معينا يستشد به في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية أو حتى في الشان المصري أو في رعاية سيد جابر لو قامت الدول الثلاث بذلك ألم يكن ليعتبر تشهيرا وعدم الحفاظ على الجيرة وعدم الحفاظ على الثقافة واتحاد مع هذه الدول مع دولة قطر لماذا بيان قطر اعتبر حرصا بينما عدم تسمية الأشياء بأسمائها في بيان الدول الثلاثة يعني يعتبر نقصا طالما وصلت الأمور إلى سحب السفراء أعتقد أننا نناقش قضايانا ونطرحها على البساط ونشرك شعوبنا الخليجية ليس تشهيرا لماذا لا يتم عندما يتم الحديث عن الاتفاقية الأمنية لماذا لا يتم الحديث ما هي بنودها وماذا يطلب من الدول الخليجية ومن هو المستفيد من هذه الاتفاقية الأمنية عندما يتم الحديث عن الاتفاق الذي وقع في الرياض في قطر وخادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت الشقيق لماذا لا يتبع بما تم الاتفاق عليه أيضا بين وزراء خارجية مجلس التعاون في فبراير الماضي عندما أسندت مهمة وضع آليات تنفيذ الاتفاق لدولة الكويت الشقيق باعتبارها الرئيسة لمجلس التعاون الخليجي وبالفعل قامت مشكورة بوضع هذه الآليات وأرسلتها إلى دول مجلس التعاون حتى يتم ناقشتها في اجتماع الوزاري في الرياض قبل أيام لماذا يتم فصل هذه الأمور وفصل أجزاء ومن ثم الاستشهاد بها نحن نريد أن تكون هناك علاقة شفافة في العلاقات الخليجية قطر ليس هناك ما يزعجها عندما يتم ناقشة هذه القضايا لديها علاقات مفتوحة مع الجميع سيد جابر طرحة نقطة لابد من أن أسمع تعليق عليها من الدكتور عمر الحسن هنا في الستوديو دكتور عمر بالفعل بيان الدول السلاس تحدث عن الشفافية تجاه الشعب الخليجي إذن لماذا لم يطرح القضايا ويسمي الأشياء بأسمائها ويتحدث عن الآليات وعن مواضع الخلاف الحقيقية بوضع الآليات يجب أن تضعها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومن هنا قطر رفضت هذه الآلية أو رفضت حقيقة الالتزام بهذه الآلية يعني الآلية موجودة عندما يقول بأنه رفضت تنفيذ الاتفاق يعني فيه آلية موجودة كلفوا وزير خارجية الكويت أن يكون بهذه المهمة وضعت الكويت هذه الآلية وزارة الخارجية وزير خارجية قطر لم يوافق عليها وطلب حقيقة عدم الالتزام بهذه الاتفاق الاتفاق واضح في نقطة بالبيان التي صدر وهو بين أيدينا سأعود إليك سيد جابر يعني اسمح لي في البيان التي صدر بين أيدينا لم تحدد بشكل واضح وصريح أين هي الخلافات على الرغم من أن البيان بيان الدول الثلاث يتحدث عن شفافية تجاه الشعب الخليجي هم يتحدثوا حقيقة عن الأمور التي تسبب حقيقة ضررا لأمن هذه الدول من جانب قطر قطر تستطيع أن تنفي هذا الموضوع ليس كما يعني النفي من خلال الأفعال وليس من خلال الأقوال كل ما صدر حقيقة من قطر أنا لا يعني خلال وجود الأمير تميم في الحكم حقيقة أتوقع ومتفائل أن يكون في هناك تغيير أنا أذكر التراكمات التي حصلت في الفترة السابقة ومن خلال وزير خارجية قطر السابق ذكرت في البداية ذكرت في البداية لأنه فقط لدي ثلاث دقائق سيد ماسيو أريد أن أسمع منك هل تتوقعون أن تلعب من من الدول العربية مخولة للاعب دور وساطة وفي ظل هذا الاستقطاب الذي نشهده هل يمكن أن تنجح هذه الوساطة في تقريب وجهة المدر؟ أنا واضح أن الكويت ذكرت أنها مستعدة للقيام بأعمال الوساطة ولكن دعونا أن نوضح الأمور تماما أنا أتفق مع زميلي في قطر هذا ليس معنيا بأمن واستقرار مجلس التعاون حتى في البيان يقال أن هذا يؤثر بصورة غير مباشرة على أمن واستقرار الخليج البيان ذكره بشكل مباشر وغير مباشر البيان ذكره قال أن التأثير مباشر وغير مباشر ولكن من الواضح أن سعودية والإمارات تقفان ضد الإخوان المسلمين في مصر وهناك أيضا القضية اليمنية وهناك قضية يوسف القرضاوي في قطر فهذا ليس معنيا بأمن مجلس الخليج كمجموعة من الدول هذا الأمن ليس معرضا للخطر داخليا أو خارجيا ولكن يجب أن يسأل المرء ما الذي يحدث الآن إذا لم تلتزم قطر بهذه المطالب وأنا لست متأكدا مما قد يحدث هناك قضية أن السعودية لا يمكن أن تقوم بحل مجلس التعاون لأن هذا في غاية الأهمية لقطر ودبي وأبوظبي لديهما مصالح مالية في الدوحة سيد جابر كان لديك تعليق على ما قاله الدكتور عمر تفضل قبل أن أطرح عليك السؤال نعم الكويت وضعت بالفعل آلية التنفيذ وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري في فباير الماضي وأرثرت الكويت هذه المسودة إلى دول مجلس التعاون لمناقشتها في الاجتماع الوزاري الخليجي لكن عندما ذهبت دول الخليج إلى هناك تفاجأت بأن هناك آليات أخرى قد وضعت وأن الوضع قد اختلف لماذا لم تنضم الكويت وعمان إلى هذا الحلف الثلاثي طالما هناك اتفاق خليجي على الموقف من قطر للأسف الشديد للأسف أنه تأخذ الوزاري كنت وضعت هذا السؤال سابقا إلى الدكتور عمر أريد أن أفهم منك اليوم من الواضح من البيان القطري أن البيان القطري لم يتخذ خطوات مماثلة كما فعلت الدول الثلاث ولكن غير واضح إذا كان ستقدم قطر أي تنازلات هل يمكن أن تكون إيران هي ملجأ قطر اليوم على حساب الدول الخليجية أولا قطر لديها علاقات مع كل الأطراف في الإقليم بما في إيران وعلاقاتها التاريخية مع إيران ليست هي محل بحث أو ردة فعل على ما حصل اليوم قطر أكدت أنها تحرص كل الحرص على روابطها الأخوية بين قطر شعبا وقيادة مع كل دول الخليج وأنها لن تقدم على اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها في هذه الدول سيد جابر هذا كلام في البيانات ولكن واضح على الواقع أن هذا الكلام لا يطبق دليل انسحاب السفراء أو سحب السفراء الثلاثة اليوم قطر متهمة بالتنصيق الأمني مع حزب الله اليوم قطر متهمة بأنها تدعم الحوتيين باليمن القطر اليوم متهمة بأنها تقوم بسياسات قد تعرض أمن الخليج للخطر هل يكفي أن تبرر قطر بقولة أننا اليوم لن نقوم بخطوة مماثلة ما هي الخطوات التي تقوم بها من أجل تطمين هذه الدول أنا أستغرب من طرح هذه التناققات التي تتضارب مع بعض يقولون أنكم تدعمون الحوتيين والأطر تدعم وتقف إلى جانب الحكومة اليمنية ووقعت قبل ما يقارب من شهرين اتفاقية تدعم بـ 350 مليون للشعب اليمني وتدعم المبادرة الخليجية يقولون أنتم منحازون إلى حزب الله ثم يتهمون بأننا لدينا علاقة مع إسرائيل من يقول بهذا الكلام يناقض نفسه في كثير من المواقف يدعون بأننا لدينا علاقات مع حماس مع إسراء الله نعم قطر لديها مع الأطراف اللبنانية على مسافة واحدة وستطاعت أن تنقذ في مراحل معينة وضع اللبناني لديها مصداقية لديها ثلاث دقائق يعني في سيد ماسيو يريد أن يعلق ولكن قبل ذلك طرحت فكرة سيد ماسيو أريد أن أسمع من الدكتور عمر في دقيقة ونصف رد عليها إذا لم تمتثل قطر شو الخطوة المقبلة برأيك؟ أنا أعتقد قطر من خلال الحكماء الموجودين في قطر من خلال الحكماء الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على المجلس سيتحرك حقيقة لإنقاذ هذا الموقف ولعودة قطر إلى الحظيرة الخليجية لأنه ما لها إلا دول الخليج طيب تعليقك سيد ماسيو من اللافت أنه تم ذكر إيران لأن إيران هي مثال واضح على انعدام الوحدة في الخليج فالسعودية طبعا معارضة لإيران ولكن عندما وضعت الخطة المشتركة قالت دولة الإمارات أنها تتطلع إلى رفع العقوبات وهذا مثال واضح على عدم وجود الوحدة في مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي في بيانه أعرب عن ترحيبه برفع العقوبات عن قطر في البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي عن إيران مجلس التعاون الخليجي في بيانه الأخير رحب أيضا برفع العقوبات عن إيران طبعا ولكننا نعلم بالطبع أن موقف السعودية مختلف تماما عن مواقف قطر وعمان والإمارات إذا إيران ولذلك القول أن هناك موقفا موحدا وخلاف في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المجلس أنه ليس يونايتد المجلس دكتور عمر يعني بالحقيقة دهمني الوقت انتهى الوقت شكرا لك دكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية كما أشكر أيضا ماسيو ماكاوسكي الخبير في الشؤون الخليجية من جامعة كوين ميري في لندن وأيضا من الدوحة جابر الحرامي رئيس تحرير جريدة الشرق العالم هذا المساء متواصل معكم وفيها أيضا